بسم الله الرحمن الرحيم نحن نعلم أن المغاربة بدأوا في النزوح إلى هذه البلاد منذ نهاية الخمسينات طبعاً وتفرقوا في عدة أماكن عملوا لهم بعض المصليات الصغيرة منهم من تفرق ودخل مع الشرقيين ودخلوا في عدة أمور بعد ذلك كان معروف هنا في دانيمارك مسجدين أساسيهم مجلس السنة ومجلس الفتح طبعاً مجلس السنة انفصل عن مجلس الفتح لكن المسافة التي كانت بينهم لا تفرق بينهما حوالي 200 متر تقريباً بعد ذلك طلبت إلى أن أقوم بخطبة الجمعة في مسجد السنة وكان حوار بيني وبين أخي أنوار على أن نؤلف بين هذين المسجدين وأن نجمع بينهما عوض أن يدفع إيجار في هذا المكان وإيجار في المكان الآخر فهي أموال تذهب هباء منطورة فبعد ذلك حاولنا أن نجمع بين المسجدين لكن كان الأمر صعب وهو ما جعلنا نفكر في إيجاد مؤسسة تجمع بين المسجدين معاً خارج عن هذين المسجدين والحمد لله بدأنا أن الفكرة كانت أن نجمع لكن الله عز وجل أبدلنا بشيء الذي هو أفضل منها هو أن نفكر في تأسيس مسجد جامع يجمع كل المغاربة فعلاً بدأت الفكرة سنة 2003 وبدأنا نسعى لجمع بعض التبرعات من الناس طبعاً جمعنا مبلغ لا بأس به وكنا في نفس الوقت نبحث عن أماكن طبعاً لم يكن من السهل أن تجد مكاناً في هذه البلاد وخاصة أنتم تعلمون الأزمات التي مرت بها أو مرت بها المسلمون في الدنمار ببتداء من الرسومات ببتداء من أمور تعدد الحلال عدة أمور مرنا بها في هذه البلاد طبعاً فكنا أي مكان نضع أيدينا عليه إلا نفاجئ إما أنهم يوقفون هذا الأمر بدريع من الدرائع يخلقونها لنا حتى أنه كان آخر مكان كنا وجدناه واتفقنا ودفعنا مبلغ من المال من أجل أن نأخذ مبلغ وجلسنا مع عمدة المنطقة وفعلاً استقبلنا بطريقة جيدة حتى فريحنا قلنا الحمد لله الأمور مشت لكن نفاجأ في الأخير قال على أن هذا المشروع لا يمكن أن يكون في هذه المنطقة بعد ذلك توقفنا بدحنا نبحث وجدنا مكان آخر قطعة أرضية فقلنا إن شاء الله سنقيم عليها المشروع فلما تكلمنا مع هي كانت معروضة بسعر مليون ونصف لكن لما تكلمنا مع صاحبها وعرف بأننا مسلمين حابين نعمل رفع سعرها إلى خمسة ملايين يعني ففعلاً كانت عدة مضايقات وطبعاً الله عز وجل يهيئ أمور وهو يعرف أين سيعبد يعني إحنا فقط عنه كوسيلة نسعى ونحاول أن نبحث عن مكان فآخر مطاف الله عز وجل ليسل لنا هذا المكان طبعاً الذي رأيتمه هو مساحته 4680 متر مربع هي مساحة الحمد لله يعني شاسعة ومن حقنا أن نبني فيها 110% يعني من حقنا الآن أن نبني فيه أكثر من 5000 متر مربع في هذا المكان بالإضافة إلى أن إذا كانت بناية تحت الأرض فيمكن أن يصل إلى 10 ألاف متر مربع أن نبني في هذا المكان فالحمد لله بدلنا جهد والإخوة هنا بدلوا جهد والنساء كذلك إزاهم الله خيراً تبرعنا بالذهب تبرعنا بالأموال ولا أنسى هنا أن أشكر كذلك وزارة الأوقاف المغربية يعني فعلاً بدلت معنا جهد وساهمت معنا بمبلغ 700 ألف يورو يعني مبلغ ليس باليسير وطبعاً الله عز وجل يسر واشترينا المكان وأقمنا حفل الافتتاح حفل الافتتاح الذي كان حفلاً مشهوداً يعني بكل صراحة حضرهم جموعة من المشايخ أذكر على رأسهم الشيخ محمد تشغاني الشيخ البقالي الخمار أذكر كذلك الشيخ علي الرسوني الذي افتتح هذا المسجد بأول خطبة جموعة عز الله وخيراً كذلك أذكر أن وزارة الأوقاف أرسلت مبعوثاً لها اللي هو سيد محمد رفقي أو الدكتور سيد محمد رفقي كذلك كان موجود وحاضر معنا يعني كانت أمسية مشهودة هذه الأمسية جمعنا فيها لوحدها مليون كرون من الناس كتبرعات للناس من الناس فزاهم الله خيراً يعني لا ننسى هذه الأمور ولا ننسى هذا اليوم الذي فعلاً أنا كل ما أتذكره إلا والدموع تأتي للإنسان بكل صراحة لأن العطاء الذي أعطاه الناس والمشايخ كيف تعاملوا مع الأمور وحتى السفراء الذين كانوا حاضرين في هذا اللقاء تقريباً أكثر من 12 سفير من الدول الإسلامية اللي كانوا موجودين معنا في هذا اللقاء فأعطى نظرة أخرى للناس عن المغاربة وعن تلاحمهم وعن تكاتفهم في تأسيس هذا المسجد وأنا أقول تقريباً كل الشرائح المغربية ساهمت معنا ولا أنسى كذلك حتى المسلمين من بلدان أخرى ساهموا معنا لم يكن هناك دعم من أي جهة معينة رسمية إلا من وزارة الأوقاف حتى لا يقول بأن هناك جهات من خارج من الخليج أو شيء لم تساهم معنا أي جهة بأي مبلغ من المال رسمياً إلا المملكة المغربية وأقصد بها وزارة الأوقاف التي ساهمت معنا وطبعاً لما ذهبنا إلى وزارة الأوقاف وجلست معهم ففعلاً كان اللقاء طيب معهم طلبوا مننا ثلاث أمور لأذكرها لم تكن هناك شروط ولا أي شيء يعني كما يدعي البعض ثلاث أمور طلبوها منا الأمر الأول الذي طلبوه منا هو أن نعتني بالشباب المغربي طلبوا منا الإبتعاد عن الإرهاب وطلبوا منا الحضر من المد الشيحي اللقاء تم بخير وبسلام وهم حتى هم ساعدوا بهذا الأمر وساعدوا أكثر لما جاء المسؤون تعال أوقاف هنا ورأى المشروع ورأى كيف الناس تفاعلت مع هذا المشروع يعني اطمأنوا أكثر لهذا الأمر وواعدونا خيرا بأننا ستكون علاقة جيدة إن شاء الله بين وزارة الأوقاف حتى أن من الأم التي وعدوا بها أنهم سيتكثرون إن شاء الله بتبني هذا المشروع بل حتى ببنائه إن شاء الله وفعلا نزلنا إلى المغرب وجلسنا معهم في جلسة وخصصوا للمهندس له السيد مصطفى الزغاري جلسنا في وزارة الأوقاف تحدثنا حول هذا المشروع وكيف يمكن أن وزارة الأوقاف أن تساهم في بناء هذه المعلمة التي نريدها أن تكون معلمة مغربية في سكندنافيا فبعد هذا اللقاء رجعنا إلى هنا فبقنا ننتظر وما زالت الآن الاتصالات إلى يومنا هذا إن شاء الله وآخر اللقاء كان عندنا مع السفيرة المغربية حتى نرسل رسائل مرتانية نذكر بهذا المشروع إن شاء الله فالحمد لله الأمور ماشي على أحسن ما يرام في الأسبوعين أو ثلاث أسابع الماضية استدعينا كذلك أحد المهندسين من المغرب يعني لأن تعرف الأوضاع هنا في الدنمارك تتغير بسرعة والقوانين تتغير بطريقة غريبة فيمكن مدام أن عندنا رخصة فيمكن بعد شهر ثلاث شهور أربع شهور تغير الأمور فيمكن يسحب منك الرخصة هذه فلذلك اضطررنا أن يأتي مهندس من المغرب وهو السيد أحمد بن عبود فجاء إلى هنا وجلس معنا وشاف المكان فعلا حتى وأعجب بالمكان وعملنا له لقاء مع شركة مهندسين دنماركية ففعلا حتى أعجبوا بكفاءة الرجل يعني كانت تطرح بعض الأمور لهم كانوا يجدون الصعوبة في إيجاد حلها فكان بسرعة يجد لهم حلولا لهذه الأمور طبعا هذا الموضوع سأتركه بعد ذلك لأخي المختار المسجد هذا نقوم فيه بمجموعة من الأنشطة ومن ضمن هذه الأنشطة خطبة الجمعة خطبة الجمعة التي يحضرها أكثر من ألف من المصلين ما بين رجال ونساء وفي بعض لما تكون عطل فالمسجد هذا كما رأيته على كباره وسعته لا يكفي للناس يضطر الناس إلى أن يصلون خارج المسجد والحمد لله أن عندنا هذه الساحة الكبيرة التي تستوعب كل هذه الجموع من المصلين الذين يأتون عندنا كذلك نقيم فيه صلاة العيد هذه الساحة الكبيرة ننصب فيها خياما والناس يأتون يعني يصل بعض الأحيان لعدد إلى أربعة إلى خمسة آلاف من المصلين وفي نفس الوقت نقيم ألعاب للأطفال الصغار يعني الشيء يلعبون به حتى يحسون بفرحة العيد لأننا لسنا في بلد إسلامي لكن لا بد أن نخلق هذا الجو الإسلامي لأبنائنا حتى يحسون على أنهم يعيشون في أنهم يعيشون هذه المناسبات الإسلامية بطريقة إسلامية عندنا كذلك أنشطة منها تدريس القرآن الكريم عندنا مدرسة قرآنية تبدأ يوم الاثنين وتنتهي يوم الخميس ساعتين كل يوم يشرف عليها الشيخ سليمان الهرجاني زال الله خيرا فعلا هذه المدرسة لحد الآن يعني الأولاد يعني يتعلمون فيها قراءة القرآن الكريم يتعلمون تجويد القرآن الكريم وعندنا وكذلك يعني مدرسة نهاية الأسبوع التي يتم فيها تدريس القرآن الكريم واللغة العربية والتربية الإسلامية للأطفال الصغار عدد التلاميذ لحد الآن تقريبا حوالي 80 طفل الذين يأتون لدراسة اللغة العربية أو لتعلم اللغة العربية وتعلم أمور الدين عندنا كذلك معلمات ومعلمين هم من يشرفون على هذه الأمور كما لا أنسى هنا أن أنوه بالأخت رجاءة وميزا الله خيرا على مجموعة النساء اللواتي تدرسهن والسنهن من سن 15 سنة إلى سن 30 سنة تقريبا يأتون لدراسة أو لتعلم اللغة العربية والأخت ناجحة جدا في هذا المشروع لتقوم به كذلك عندنا من ضمن الأنشطة أنشطة محول أمية تقوم بها مجموعة من الأخوات هنا في المسجد يجمعون النساء الكبيرة في السن فيعلموهن قراءة القرآن الكريم وكتابة اللغة العربية وفعلا هم ناجحون في هذا المشروع رجاء الله خيرا لأخوات هذه المجموعة كذلك عندنا أختين يدرسون أمور الدين الإسلامي باللغة الدنماركية كل يوم خميس وتأتيهم مجموعة تفوق 30 بنت أجل تعلم اللغة العربية ففعلا حتى هم ناجحين كثير في هذا المشروع وخاصة أن بعض الأحيان يأتيهم حتى دنماركيين غير مسلمين يعني يحضرون يريدون مادم أن الأمور باللغة الدنماركية فهن يسعون لكي يتعلمنا أمور الدين وبعض الأحيان تطرح أسئلة حول أمور الدين ومنهم من تعجب بهذه الأمور فتقبل الإسلام وتدخل في الإسلام وحتى الأختيين طريقة اللي بيخدموا بها فعلا طريقة راقية لأنها كبروا في البلد هنا وعاشوا في البلد هنا وتعلموا في هذه البلاد وأضفوا لها تعلم أمور الدين فطبعا لما تخاطب الناس بلسانهم فيكون وقعوا أكثر مما تخاطبهم بلغة أخرى ففعلا نزال الله خيرا الأختيين معا في هذا العمل الذي يقومنا به طبعا نحن مشروعنا هذا لن نريد أن نقف فقط عند هذه الأمور إسلامية معلمة إسلامية كبيرة وطبعا يمكن يأتي السؤال من أين يأتي المال فهذا طبعا سؤال لكن أنا أقول عندنا ثقة في الناس في هذه البلاد وفي خارجها يعني هذا المسجد يأمه الكثير من الناس الذين يجمعون تبرعات وكلما جاءت مجموعة طبعا حتى نحن نأخذ منهم هواتف وعناوين حتى نحن كذلك إذا احتجنا سنذهب إليهم كما هناك نقطة لم أشر إليها أنه لم يمر وزير من الوزراء الذين جاءوا من المغرب إلى هذه البلاد إلا وزاروا هذه المؤسسة وجلسوا فيها فزارنا محمد عامر زارنا كذلك عبد العزيز الرباح زارنا السيد أخير هذا الوزير الشباني زال الله حتى وزارنا في هذا المكان فأي وزير يأتي إلى هذا المكان إلا ويأتي لزيارتنا في هذه المعلمة كذلك نستقبل بعض الوفود التي تأتي من المغرب وكان آخر استقبال للفريق الوطني المغرب للدراجات الذين جاءوا إلى هنا وفعلا كانت أمسية رائعة مع الإخوة بل أنهم تشجعوا أكثر لما رأوا هذه الجموع واللحمة الموجودة واللحمة الموجودة بين المغاربة داخل هذا المسجد فأعجب وحتى الرئيس للفريق تكلم وقال كلام جميلا عن هذه المعلمة وعن الإخوة المتواجدين فيها طبعا أنا قلت نسعى إلى شيء كبير نسعى إلى شيء ذو مرافق كثيرة فنحتاج إلى أشياء كثيرة خاصة نعيش في هذه البلاد الآن بدأنا نرى أن المسنين من المغاربة بدأوا يذهبون إلى دار العجزة للدنماركيين طبعا يعانون فنريد أن نجد لهم مكانا عندنا هنا عوض أن يذهبوا إلى الدنماركيين أن يكون هنا معنا المسجد قريب منهم ثم يجتمعون مع بعضهم البعض ويدكر لأحد الإخوة قصة على أنه مرة زار دار للعجزة فوجد فيها رجل مغربي قال ليس له أهل ولا أي شيء شهرا كاملا لم يغتسل قال بسبب أنه كان يستحيي أن تأتي مرأة وأن تكشف عليه قال فلما ذهبت إليه بعد ذلك ورأيت ذلك المنظر فالرجل قال بك وقال أرجوك لو أنك تساعدني حتى أدخل للحمام وأغتسل فلذلك نحن محتاجون في هذه البلاد إلى أن نجد دار للعجزة لكي يأتي إليها أباؤنا ويمكن يأتي الأيام الأخرى ما ندري ممكن نحن نحتاج إليها كذلك أكثر بما يحتاج إليها الآن الناس المسنين الموجودين هنا وكما رأيتم مجموعة من الناس الذين يصلون معنا كلهم ناس مسنين لا المتقاعدين أني جالسين في المسجد هنا يلتقي بعضهم البعض فنحن نسعى إلى هذا الأمر كذلك نسعى إلى تأسيس مدرسة يعني أقل شيء أن تكون تستوعب 200 إلى 300 طفل نريد أن تأسيس مطعم فعدة مرافق نسعى إليها هذا كلام إن شاء الله سيتحدث عنه أخي المختار جزاو الله خيرا وأعود وأؤكد على أن مداخل هذا المسجد هي فقط من المنخرطين ومما نجمعه يوم الجمعة ليست هناك أي جهة من الجهات التي تدعم هذا المكان وكما قلت إلا ذلك المبلغ الذي ساعدتنا به وزارة الأوقاف من أجل تسديد الدين الذي كان على المسجد والمسجد الحمد لله الآن ليس عليه ديون وهو ملك للمؤسسة ملك لهذا المسجد فندعو كذلك المحسنين من كان يستطيع أن يساهم أن يساعد أن يبدو لأي شيء من أجل بناء هذه المعلمة ومن أجل النهوض بهذه المعلمة وأترك كلمة لأخي مختار حتى يتحدث عن بعض المرافق التي نريد أن تكون في هذا المجمع إن شاء الله تعالى وهذه المؤسسة بسم الله الرحمن الرحيم اسمي المختار زريوح عضو في الهيئة الإدارية بمركز مسجد كوبنهاجن مؤسسة الإمام مالك المشروع بداية المشروع الآن الحمد لله كما تفضل أخي إبراهيم على أن الأرض الحمد لله في 2012 أتممنا كل الديون بمساعدة كل الجهود للمتواجدين هنا في الدرمارك جلهم مغاربة وفي كذلك غير مغاربة باكستانيين أتراك لبنانيين سوريين كل الحمد لله يقدم وأبدل الكثير في شراء وإتمام ديون هذه القطعة الأرضية التي تقرب مساحتها حوالي نصف أكتار 54680 مربع الفكرة عندنا ترخيص الحمد لله من بلادية كوبنهاجن البلدية الرسمية فيه ترخيص وأول ترخيص على فكرة ببناء مسجد هذا المصطلح مسجد لم يكن في القاموس التقني عند المسؤولين في البلد كان مركز للتقافي والإخوة المجتهدين يأخذون وقاعة ويؤدون فيها الصلاوات لكن مسجد هذا أدمجناه عند تقديم طلبنا وعرفناهم كيف ما هو المسجد ودور المسجد وأنه ليس شيء ممكن أن ينزعي جميله فأدمجناه الحمد لله وعندنا ترخيص بإنشاء مسجد كوبنهاجن هذا في المصالح بلدية كوبنهاجن جميل الترخيص موجود ومرنا بتجديده على فترة من 2003 إلى 2006 2009 القطعة وتم تجديده كي نستعمل المكان كمسجد لكن المهندس الذي نشتغل معه هنا دنماركي قد جلسنا وأبدينا عن آرائنا ماذا نريد من هذه الأرض نريد مسجدا جامعا بكل المرافق نحن لا نريد الحمد لله في 2012 يعني أدينا كل المبالغ والشكر موصول إلى وزارة الأوقاف المغربية كذلك جزاهم الله وخيرا يعني على الاهتمام الذي يلونه لمثل هذه المشاريع الكبرى لكن نريد المزيد نريد المزيد لكي نقوم بإنشاء هذا الصرح أو نقوم لإنشاء هذا الصرح الكبير بإذن الله يعني جهود جهودي وجهودك وجهودي نحن لا نستطيع لا نستطيع يعني أن نقوم بهذا العبء وهذا العمل الجبار حتى فكرنا في بداية السنة هذه 2013 قلنا حتى لا تضيح من الرخصة القوانين تتقلب مثل الأمواج في البحار ما تدري والهجمات الشريسة على الإسلام وعلى مساجد الكبرى وعلى كذا الحمد لله صورتنا واضحة يعني معروف من نحن لم ننزل من القمر الحمد لله نحن مغاربة وسنبقى مغاربة في مخعظة إلى أن نموت ونريد الحمد لله إن شاء الله أن نستمر على هذا النهج ونحافظ على أنفسنا وأبنائنا وأبناء إخوين من المسلمين عامة بإذن الله هذا نهجنا وهذا طريقنا لكن حتى لا تضيع من الرخصة الرخصة أساسية غدا يأتي قانون والانتخابات يعني هي الآن في نوفمبر 2011 هذه كانت انتخابات بلدية كبيرة فعني شهدت انقلابات وتطورات لكن من يضمن لنا أننا نستمر على الانتظار وكذا ويأتينا الفرج بعد قليل لا نحن الآن على تواصل مع وزارة الأوقاف يعني أحد المهندسين الكبار جزاه الله خير سي مصطفى الزغاري كان يعني كنا نتظر أن يأتي إلينا ونقوم يعني عن فكرة إن شاء لتصميم المسجد الجامع لكن يبدو أن المساطر الإدارية يعني قد يطول بها الأمد ومتى يأتي الفرج إن شاء الله نحن على أمل يعني في انتظار لكن كما قلت يعني مسألة يعني الانتظار الانتظار هذا قد يحصل فيه ما يحصل لذا نحن إن شاء الله اتصلنا بشركة هنا درماركية تقوم عندها مكتب دراسات ومكتب التخطيط ومكتب المراقبة لمثل هذه المشاريع الكبرى واستضفنا شركة مغربية تقوم بنفس بنفس الأعمال الكبيرة من التصاميم والدراسات والتقينا معهم هنا في مدينة كوبنهاجن هذه منذ أسبوعين من أجل من أجل القيام و يعني الخروج بنتيجة وصورة عن هذا المشروع الكبير إن شاء الله ل يعني لكي لا يداهي من الوقت ونصبح يعني هكذا يعني ننتظر وننتظر وننتظر الآن الخطوات المقبلة إن شاء الله وهو أنه يعني يتم التعاون بين الشركتين يعني لإنجاز تصميم لإنجاز تصميم يعني لمشروع الكبير مجلد كوبنهاجن الكبير ب يعني خصوصيات وعني جماليات المسجد المغربي هذا يعني لا يفوتنا وهذا أملنا إن شاء الله لكن يعني لا ننسى أن نعيش في الدنمرك وهذا المشروع وهذا التصميم الكبير لازم أن يمر على السلطات المحلية لأنه في منظومات وفي قوانين للبناء لازم أن ندمج بين الطرفين ونخرج بنتيجة ونخرج بتصميم إن شاء الله يعني يفرح فيه الجميع يفرح به الجميع ويعني يؤدي الغرض ويؤدي الهدف في المستقبل القديم إن شاء الله المرافق التي نطمح إليها قاعة للمصلين تكون إن شاء الله ما بين يعني تعم حوالي 2000 إلى 3000 شخص وهذا ناذرا في مسجد صغير في ملمو عنده تقريبا عندهم هكتارين أرض لكن المصلين ممكن يتسع 200-300 مصلي فقط وبقي كل فضاء فارع يعني في أيام الأعياد أيام الجموة الناس تصلي في الخارج يعني كيف أنا نستمر في هذا في هذا الوضع والمسلمون في تزايد يعني الدنمركيين الحمد لله يتعرفون على الإسلام ويأتوا للشهادة والعدد يزيد الأسرة الحمد لله الشباب يعني اللي كانوا من قبل عندهم عشر سنوات الآن هو يتزوج ويؤسس أسرة فيجب أن نجد أو أن نجد فضاءات لكي يتسيع الجامع إن شاء الله مسجد كبير للرجال مسجد كذلك كبير للنساء مكان مخصص للدورات والمؤتمرات مكتبة إلكترونية عصرية مكتبة تقليدية راقية أن نوفر إن شاء الله مطعم كبير لكي يعني نعرض يعني وجبة الطعام سبحان الله كثير من الناس وكثير من الأجانب يعتنقوا الإسلام بوجبة الطعام وهذا لا نساه يعني مطعم يكون يقدم فيه وجبات غدائية جميلة للمسلمين وغير المسلمين ويكون مفتوح للجميع رهنا إشارة لجميع يعني مكان نريد أن ننشئ يعني يعني مساكن صغيرة للكبار لأن فيه إشكال كبير كما تفضل أخي إبراهيم يعني الكبار عندنا إشكال كبير بالنسبة للنساء والرجال المسلمين يعني رعاية خاصة لا يجدونها في أماكن العجزة الآخرين الموجودين في البلاد أماكن فضاءة للرياضة فضاءات كذلك للإيجار حتى يكون المركز يعني مستقلا بذاته ولا نكون يعني نحتاج ونتسول كل يوم الجمعة لدفع مصاريف وتدفئة والعقار وكذا يعني لازم أن نجد فضاءات كي تؤجر مراكز تجارية تؤجر وتعود بالنفع والعني الفائدة على المركز بذاته مدرسة مستقلة كذلك يعني للدوام والتعليم اللغة العربية والتقافة الإسلامية والعني العلوم الإسلامية هذا مدرسة لازم أن تكون مستقلة بذاتها الآن كما رأيتم يعني عندنا صفوفها هو الآن هو مسجد وبعد شوية يعني ممكن نفتح طاولات يعني فضاء للتعليم ليس يعني ليس راقي لكن يد العون يعني اليد الواحدة لا تسفق نحن نرجو نتوسل إلى كل يد يعني ميسورة إلى كل يعني إنسان عنده غيرة على دينه وعلى أبناء الوطن نحن كمغاربة نتوسل إلى كل محسن إلى كل ذي بصيرة إلى كل ذي يعني شرف وقيمة أن يمد يد المساعدة لإخوانه إلى هنا عندنا هنا في الدنمارك في هذا المركز الجامعي نتوسل إلى الله أول وقبل كل شيء وإلى كل محسن غير على دينه فنحن ننتظر وعلى كامل الاستعداد للتعاون مع كل الجهات الخيرة الطيبة وعلى رأسها بلادنا المغرب أقولوا ما تسمعون والسلام عليكم وجزاكم الله خير ترجمة نانسي قنقر